اشتركوا في القناة ما يقرب من 1500 شخص بينهم جرحى ونساء وأطفال وصلوا إلى مدينة الباب عبر طريق السلمية خناصر علامات نصر لا معنى لها وربما لا يدرك الأطفال ما حدث لهم ولذويهم يصلون إلى مدينة الباب فرحين بمغادرة أحياء حمص المحاصرة والمدمرة لكن بعد 1381 عاما تتغير تركيبة أول حاضر للعرب في سوريا قال المؤرخون العرب إن حمص مدينة مليحة أرجاؤها مونقة وأشجارها مورقة وأنهارها متدفقة وأسواقها فسيحة وأهلها عرب لهم فضل وكرم لم يغادروا خلال الغزو الصليبي ولم يتركوا حمص عندما دخلها المغول والتتار لكنهم يركبون الحافلات الآن تحت حراسة وأنظار الجنود الروس لموذج يسميه النظام بالمصالحة وتسميه هيئات حقوق الإنسان بالتطهير العرقي تهد المدينة على رؤوس أهلها ثم يوقع على اتفاق مع فصائل مسلحة بخروج المقاتلين ومن يرغب من المدنيين في ذلك في حمص وقع من ليس مخولا له مع من ليس لديه حق ووجد خمسة عشر ألف مدنيين في حي الوعر أنفسهم مضطرين إلى المغادرة الوجهة هي الشمال حيث المناطق الواقعة خارج سيطرة النظام وباكتمال عملية الإجلاء تكتمل العملية الأكبر من نوعها منذ اندلاع الصراع في سوريا والآن يفاوض النظام السوري على عملية إجلاء في بلدتين رستا وتلبيسا حب النظام ووده نالت منهما حمص نصيبا كبيرا من بداية الأزمة وفور عسكرة الثورة في مناطق في جنوب البلاد وشمالها فاجأ جيش الأسد العالم بقصف حمص هي ضحية جغرافيا فعند حمص تلتقي مناطق الموالات والمعارضة وفي ريف حمص تلتقي خطوط تواصل النظام مع حليفه في لبنان حزب الله وعند حمص تتقاطع الطرق بين العاصمة دمشق وموانئ البلاد الرئيسية وعند حمص تنقسم سوريا إلى قسمين سوريا المفيدة وسوريا غير المفيدة قتل عشرة مدنيين وأصيب آخرون في غارات للطائرات النظام على مدينتي إدلب وخانشيخون شمالية سوريا وأفاد ناشطون بأن ستة مدنيين بينهم طفلان قتلوا وأصيب آخرون في قصف لطائرات النظام استهدف الأحياء السكنية في مدينة إدلب كما شن الطائرات النظام غارات على مدينة خانشيخون في ريف إدلب الجنوبي أسفر عن مقتل أربعة مدنيين بينهم أم وطفلاها كحصيلة أولية بينما تحاول فرق الدفاع المدني إخراج المدنيين العالقين تحت أنقاض المباني المدمرة من جراء القصف قرأت فصائل في المعارضة السورية إنها شنت هجوما واسعا على ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في منطقة القنمون الشرقي بريف دمشق تمكنت خلاله من السيطرة على مناطق استراتيجية في البادية وسيطرت الفصائل على مناطق تيس واسيس وسد أبو ريشة في حين تدور اشتباكات بين الطرفين بالقرب من سد مكحول وفي سياق متصل دارت اشتباكات بين فصائل المعارضة وقوات النظام في الأحياء الشرقية لمدينة دمشق سيطرت خلالها المعارضة على نقاط متقدمة في محيط حي جوبر تطل على حي العباسيين فيما واصلت طائرات نظام غاراتها على حي جوبر والقامون المحاصرين تظهر ألاف اللبنانيين وسط العاصمة بيروت احتجاجا على مشروع موازنة تقدمت به الحكومة ويدرس في البرلمان ويتضمن زيادة في الضرائب في عدة مجالات بهدف تمويل مشروع لرفع رواتب موظفي القطاع العام والمدرسين وأجمع المتظاهرون على ضرورة تمويل ما يعرف بسلسلة الرتب والرواتب الموعودة منذ سنوات لكن طالبوا بتأمين مواردها عبر محاربة الفساد ووقف الهدر في المرافق الحيوية عد قلبي ولا تعد رغيفي وإن أصريت على رغبتك في عد رغيفي فليس لك عندي سوى شعار واحد غضب في لبنان ضد مشروع قانون لإقرار زيادات ضريبية في عدد من القطاعات يعكف البرلمان على إقرارها لتمويل زيادة جديدة في رواتب العاملين في القطاع العام ساحة رياض الصلح في بيروت جمعت المتظاهرين من نشطاء مدنيين وحزبيين ومن رغب في اللحاق بهم شعارهم لن ندفع يطل عليهم من أمام السراء الحكومي رئيس الوزراء سعد الحريري يزداد الغضب يلتف حوله رجال الأمن لحمايته يحاول الاقتراب من المتظاهرين لكنه يفشل في مسعاه فقد بدأوا بإلقاء زجاجات البلاستيكية نحوه يزداد الغضب يزيل المتظاهرون الحواجز الحديدية لم يكن الحريري محظوظا ففي أول موازنة رسمية للدولة منذ 12 عاما حظي بدعم البلمان ولم ينبه من الشارع إلا الغضب كان من المتوقع أن يوافق البلمان في الأسابيع المقبلة على زيادة عدد من الضرائب رغم التبين الواضح في مواقف الأحزاب بين مؤيد ومعارض ومتحفظ لكن موجة الغضب هذه وضعت الحكومة في مأزق يقول المتظاهرون إن الحكومة أهدرت المال العام على تعاقدات عامة وخاصة مشبوهة وإن كانت تريد أن تعالج عجز الموازنة فعليها أن توقف الفساد لا أن تزيد الضرائب ومن بيروت ينضم إلينا الناشطة السياسية سيد مروان معلوف أهلا بك معنا سيد مروان يبدو أن الشارع يتجه إلى التصعيد أكثر فأكثر كيف ستتعامل الحكومة مع مطالب المحتجين طبعا نحن اليوم شهدنا تظاهر التالتي خلال هذا الأسبوع الرافضة لزيادة الضرائب على المواطنين من الطبقة الوسطى ومن الطبقة المعدومة نحن بوجه طبقة سياسية تماعنت بهدر المال العام وبالصرقة وبنفس الوقت تماعنت بوضع ضرائب على المواطنين بدون أعطائهم أي من الخدمات اللي عادة كل مواطن يدفع ضرائب وليحصلها من الكهرباء لماء لطبابة لمدارس وبنفس الوقت بعد ما أفلست الطبقة السياسية هذه الدولة ومؤسساتها من المال من وراء الفساد والصرقة جاي اليوم تقول للمواطنين لأنه نريد إقرار سلسلة محقة للقطاع العام يجب علينا فرض ضرائب جديدة على المواطن من الطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة ونحن نعرف أنه في لبنان بالقرن بال25 سنة الماضية في سياسات اقتصادية ونقضية تبعت الحكومات المتتالية اللي دعمت وحفزت قطاعات معينة في القطاع الاقتصادي وبأهم القطاع المصرفي والقطاع العقاري اللي ما وضع عليهم أي ضرائب على الأرباح اللي عم يقوموا فيها وجيين اليوم يفرضوا ضرائب جديدة على المواطن من الطبقة الوسطى والمعدومة يجب أو الخيارات في التعامل مع الشارع الآن سيد مروان كيف تتعامل الحكومة مع الشارع هل يمكن أن تمرر القوانين في البرلمان وبالتالي توقيعها من جانب الرئاسة أم ماذا نتوقع الآن غضب الشارع خلال هذه الأسبوع أدى إلى توقيف هذه الأسبوع طارت جلسة مجلس النواب لأن الأحزاب السياسية التي كانت في بداية الأسبوع والأسابيع الماضية مرحبة بهذه الضرائب قد غيرت رأيها وبلشت ترجع تصرح أن هذه الضرائب لا يجب أن تطال المواطنين وتم التوقف في الحديث بهذا الموضوع فأحرز غضب الشارع مرحلة انتصار مرحلة مؤقت بمطالبه نحن مستمرين بهذه التحركات وسوف نواجه أي جلسة جديدة لمجلس النواب تحاول فرض ضرائب جديدة على المواطنين وما فيهم يجيوا يقولون أن محاربة الفساد هي بد طريق طويل ويجب الصبر قبل وقف الهدر نحن نعطيهم حلول أن وقف الهدر يجب أن يكون فيه قرار سياسي يتخذ وبنفس الوقت فرض ضرائب على القطاعات التي كانت مشجعة وكانت تعمل أرباح خلال سنين الماضي ونحن بها تحركات واضح جدا الصور اكتملت من بيروت الناشط السياسي سيد مروان معلوف شكرا جزيلا لك أبقى في لبنان حيث وسلم الزعيم الدورزي وليد جنبلاط نجله الأكبر تيمور زعامة العائلة السياسية في احتفال النقيمة في الذكرى الأربعين لاغتيال ولده كمال جنبلاط وحضره الألاف من مناصره في مسقط رأسه في المختارة جنوب شرقي بيروت وخلع جنبلاط كوفية فلسطينية كوفية فلسطينية على كتفي تيمور إذانا ببدء عصر جديد من الوراثة السياسية لمسيرة عائلة حكمت الجبل على مدى عقود قالت مصادر عسكرية عرقية إن قوات جهاز مكافحة الأرهاب فرضت سيطرتها بالكامل على منطقة الموصل الجديدة في الجانب الغربي من المدينة وأوضحت المصادر أن قوات النخبة شرعت باقتحام حي جامع فتح العلي الذي يعد آخر المواقع التي يتحصن فيها مسلحوما يسمى بالدولة الإسلامية في منطقة الموصل الجديدة وتخوض القوات العرقية حرب شوارع ضد مسلحي تنظيم بعد بلوغها أحياء الموصل القديمة ذات الكثافة السكانية الكبيرة حيث تلاقي صعوبة في التقدم وسط لازقة ضيقة وتضم الموصل القديمة جامع النور الكبير الذي كان قد ألقى منه زعيم التنظيم خطبته الشهيرة التي أعلن فيها قيام ما سماه نظام الخلافة كلما خسر تنظيم الدولة حياً في الشطر الغربي للموصل يتسلل انتحاري يقود شاحنة مفخخة إلى موقع القوات العراقية وما أن ينجلي دخان الانفجار الكبير الممزوج برائحة البارود والدم حتى يهتز الحي مرة أخرى جراء تفجير انتحاري بدراجة مفخخة سيناريو الأرض المحروقة التي يطبقها التنظيم لم تمنع تقدم القوات العراقية التي تتحرك بين حقول الألغام والكمائن والعبوات الناسفة من وصلنا للموصل هي المرحلة الأخيرة لقضاء على داعش حتى لا يبقى عنصراً خبيثاً يرجع للعراق في أي لحظة نحاول نقضي عليه في مدينة الموصل فقطعنا كل الطرق وكل المدادات حتى يكون الخلاص لآخر داعشي في مدينة الموصل وبالمقابل لجأت القوات العراقية إلى الطائرات المسيرة لكشف مساري حركة السيارات الملغمة لاستهدافها بصواريخ الكورنيت الحرارية وخلال خمس ساعات فقط تم رصد وتفجير سبع سيارات مفخخة وخمسة دراجات نارية يقودها انتحاريون داعش لمدة عامين وتسعة أشهر عمل عراقي ومعوقات واستخدم طوبغرافية الأرض حيث عمل خنادق شقية بعرض عشرة أمتار ومن ثم الصبات الكبيرة الحجم ووضعها ووضع فوقها اسمنت وكافة المخلفات الأرضية جغرافيا المنطقة القديمة وتداخل منازلها فرضت على القوات المهاجمة التقدم سيرا على الأقدام ببطء وحذر وهو ما جعل المهمة أكثر صعوبة بوجود قناصة التنظيم الذين تقول القوات العراقية أنهم يحتجزون الآلاف من المدنيين داخل منازلهم أحياء المدينة القديمة تمثل البعدة الستراتيجية للتنظيم حيث مراكز القيادة والسيطرة ودار الوالي ومجلس الشورى ومقرات ما تسمى الدواوين وبيت المال والسجون والوثائق والمخازن ومعامل التفخيخ ومراكز الأمن ولهذا يسعى التنظيم إلى إجبار وحدات النخبة العراقية على الانسحاب إلى الأحياء المجاورة فيما تصر هذه الوحدات على نقل المعركة إلى المواجهة المباشرة مع عناصر التنظيم في معاقله طارق ماهر التلفزيون العربي من حي التأميم في الشطر الغربي من مدينة الموصل أثار الخلاف بين الرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو ووزير ماليته موشي كاقلون بشأن هيئة تنظيم البث الإعلامي تكهنات بأن يسعى نتنياهو إلى إجراء انتخابات قبل عامين من موعدها المقرر وجهت التكهنات بعد أن قال نتنياهو في وقت متاخر من مساء يامس عند مغادرته إلى الصين في زيارة رسمية إنه يتخلى عن اتفاق كاقلون وهو حليف رئيسي في الاتلاف الحاكم بشأن تأسيس هيئة عامة جديدة لتنظيم البث الإعلامي لتحل محل الهيئة القائمة وأرجع نتنياهو تغيير رأيه في الأمر إلى مخاوف من فقد العاملين وظائفهم الحكومة تكونت على أساس اتفاقات ائتلافية وفي اتفاقنا الائتلافي تقرر صراحة أن تلتزم جميع الأطراف بقرار ليكوت وليقراراتنا بشأن وسائل الإعلام بما في ذلك إغلاق هيئة الإعلام الجديد قدم النائب الفلسطيني عن التجمع الوطني الديمقراطي باسل غطاس استقالته إلى رئيس الكنيست الإسرائيلي بعد تعرضه لما وصفها بالحملة التحريضية والعنصرية من قبل الأمن الإسرائيلي ووسائل الإعلام العبرية وقال غطاس أن تقديم استقالته جاء بناء على اتفاق وقعه فريق الدفاع والنياب العامة من المقرر أن يقضي بمجيبه سنتين من السجن الفعلي وأكد أنه لا يشعر بالندم على تركه الكنيست وأن العمل البرلماني لم يكن بالنسبة له إلا ساحة من ساحات العمل السياسي لخدمة أبناء شعبه وتعهد بالعودة إلى نشاط السياسي بعد قضاء محكوميته نشرتنا مستمرة وفيها أيضا مركبة شحن تابعة لسبيس اكس تعود من محطة الفضاء إلى الأرض اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الصحفي الألماني من أصل تركي دينيز يوجيل بأنه إرهابي وكانت السلطات التركية قد اعتقلت يوجيل الذي يحمل الجنسيتين التركية والألمانية شهر الماضي على إثر اتهامات بنشر دعاية مؤيدة لمنظمة إرهابية والتحريض على العنف وقال أردوغان أمام جمع غفير من مؤيديه قال الحمد لله أن يوجيل اعتقل في تصريحات من المرجح أن تزيد من حالة عدم الارتياح في برلين إزاء الواقع اتهمت تركيا ألمانيا كذلك بدعم تنظيم فتحالة قولن الرجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة والذي تعتبره أنقرة وراء محاولة الانقلاب الفاشل التي شهدتها البلاد العام الماضي وأكد رئيس جهاز المخابرات الخارجية الألماني مرونو غال في مقابلة مع مجلة ديرشبيغل الألمانية أن الحكومة التركية لم تقدم أدلة ملموسة تؤكد ضلوع غولن في التخطيط لمحاولة الانقلاب واعتبر إبراهيم غالين المتحدث باسم الرئيس التركي أن تصريحات غال تثبت أن ألمانيا تدعم شبكة غولن التي وصفها بالإرهابية إسطنبول ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي سيد أوكتاي الماز ألم بك معنا سيد أوكتاي يبدو أن التصعيد والتصعيد فقط هو سيد الموقف بين أنقرة وبرلين إلى أي نقطة نتوقع يمكن أن يصل إليها هذا التصعيد نعم تحياته مساء الخير يبدو أن الفطور في العلاقات بين الطرفين بين تركيا والاتحاد الأوروبي من جهة كذلك تركيا والدولة الفاعلة أكثر التي تقود الاتحاد الأوروبي ألمانيا يعني العلاقات تحولت من الفطور إلى التوتر وإلى تصعيد مستمر يبدو أن صعود اليمين في الغرب بشكل عام وفي أوروبا صعود اليمين واليمين المتطارب والانتخابات هناك له علاقة مباشرة بهذا التصعيد كذلك في تركيا استفتاء كما تعلمون خلال الشهر ما يزيد التوتر يعني خطابات السياسيين من الجانبين يعني ليس هذه الخطابات لا تساعد أبدا ولا تستهتف التخفيف في التوتر ولكن يزيد التصعيد والتوتر يعني خطاب من جانبين يعني هذا التصعيد عفوا لو سمحت لي كذلك يعني أيضا ما تعتبره تركيا بأن برلين تسعى إلى تبيض صفحة جماعة فتح الله قولن ما يطرح تساؤلات ربما بأن تركيا توجه اتهامات الآن بشكل مباشر إلى برلين ربما بمحاولة الانقلاب أيضا والمساهمة فيها بالتالي كيف سينعكس هذا على طبيعة العلاقة بين البلدين بالتأكيد ستنعكس على العلاقات بشكل سلبي جدا يعني طبعا هذه الاتهامات مهمة جدا المسؤول التركي اتهم ألمانيا بالوقوف وراء هذا الانقلاب الفاشل بسبب تصريحات رئيس المخابرات الألمانية ولكن هناك حقيقة أن ألمانيا لم تكن منزعجة من الانقلاب ولم تندد بشكل واضح الانقلاب وأظهرت مواقف كأنها كانت مستأة من فشل الانقلاب هذا أولا ثانيا ما زالت ألمانيا تستطيف أنصار فتولا كل من يفر من القادة ومن المسؤولين الكبار من هذا التنظيم يفرون ويهربون من تركيا مباشرة يصلون إلى ألمانيا ويحصلون على تأشيرة وإذن الدخول بشكل سهل جدا ما يظهر العلاقة بين هذه الجماعة وبين السلطات الألمانية خاصة المخابرات الألمانية كذلك تستطيف ألمانيا أنصار العمال الكردستاني المحظور وضحت الصورة سيد أكتاي مثلا عندما منعت السلطات الألمانية السياسيين الأتراك من النشاط السياسي بلأمس سمحت لهم على الكردستان الإرهابي بالقيام بالنشاط السياسي نعم من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي سيد أكتاي ألماني شكرا جزيلا لانضمامك معنا أعلنت مصادر عسكرية مقتلة وإصابة عدد من مسلحي الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح خلال مواجهات مع المقاومة الشعبية والقوات الموالية للرئيس عبدالرب منصور هادي استمرت ساعات في مديرية عسيلان بمحافظة شبوى جنوب شرق اليمن وأضافت المصادر أن مواجهات أخرى اندلعت في منطقة طوال السادة شمال عسيلان خلفت أيضا قتلى وجرحى من جانب المقاومة والقوات الموالية للرئيس هادي وتجددت المواجهات بشكل متقطع في مناطق شرق مدينة تعز وتركزت في ثعبات والعسكري وصالة سلمت وزارة عدل الأمريكية الكونغرس تقارير عن مزاعم اتهامات دونالد ترامب للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بالتنصة عليه خلال الفترة الانتقالية وأكدت المتحدثة باسم الوزارة إرسال وثائق إلى الكونغرس تحوي أدلة بشأن تنصة فريق باراك أوباما على الرئيس الحالي دونالد ترامب وأوضحت وزارة العدل عبر بيانا لها أن الوثائق أرسلت إلى لجنة الاستخبارات في الكونغرس للتحقق من صحة اتهامات ترامب لأن أعضاء في لجنة الاستخبارات في الكونغرس أكدوا عدم توفر أي دليل على صحة تلك الاتهامات غادرت مركبة الفضاء دراجون التابعة لشركة سبيس اكس المحطة الفضائية الدولية لبدء رحلة العودة إلى الأرض وانفصلت سفيلة الإمدادات عن المحطة بتوقيت شرق الولايات المتحدة ومن المقرر أن تسقط في المحيط الهادئ قبالة ساحل باجا كاليفورنيا بعد رحلة قارت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا إنها تستغرق خمس ساعات وتوضح ناسا أن مركبة الإمدادات كانت تحمل نحو 2450 كيلوغراما من المعدات والعينات العلمية توفي النجم موسيقى روك أندرول الأمريكي تشاك بيري عن عمر ناهز تسعين عاما بعد صراع طويل مع المرض المطرب الأمريكي ولد عام 1926 واشتهر في فترة الخمسينات والستينات من القرن الماضي بعد أن قام برفقة مجموعة من الموسيقيين بابتكار هذا الأسلوب الغنائي مالك الروك كما يلقب حائز على جائزة غرامي عام 1984 عن إنجازاته الفنية كما كان ضمن وائل الفنانين الذين أدرجت أسماؤهم في الصالة الفخرية للروك أندرول انتهت النشر شكرا لكم وإلى اللقاء